جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أختنا عندما أكون في العذر الشهري آخذوا كتاب المأثورات وأقرأوا منه الأدعية والأوراد وفي ذلك بعض من الآيات القرآنية هل هذا جائز؟ لا مانعي قراءة الأدعية وأما الآيات فتجنب قراءتها لا مانتحا أيضا إلا إذا قرأتيها على صفة الزكر لا على صفة التلاوة إذا قرأت على أنها لكر ودعاء فلا مانع أما إذا قرأتيها على أنها تلاوة فهذا لا يجوز للحائل وبمناسبة كتاب المأثورات لو اخترت كتابا أحسن منه وأوثق مثل كتاب الوابل الصيد للإمام بن قيم والكلمة الطيبة لشيخ الإسلام بن تيمية والأذكار للإمام النووي فهذه أوثق وأحسن